مين اللي عا يجتمع 13 فبراير زي ما بيقول الصهينا مصر والبحرين والإمارات والسعودية والأردن والمغرب تعال افكرك بالفيديو اللي كنت بقول لك عليه بتاع المغرب عشان بس ما حدش يتخان الموضوع جديد موسيقى موسيقى بمساعدة الملك الحسن الثاني وعشان كده علشان كده نقولك معلومة انك ما تعرفهاش عشان تعرف انه ايه ان انا بأطر لك الحقيقة ده مش عشان والله احنا ناس وحشين لا لظروف كتيرة معقدة معقدة جدا لا تخفي على ايه لبيب زائد انه الحقيقة مرة واحدة الناس تطب تموت كده فالدور الرائع اللي قام بالملك الحسن الثاني الله يرحمه للصهاينة سموا شارع باسمه في اسرائيل شارع اسرائيل تتكلم بالعربية ده موقع رسمي اسرائيلي شارع على اسم الملك المغرب الراحل الملك حسن الثاني في اسرائيل اطلق اسم الملك الحسن الثاني على احد الشوارع الرئيسية في بلدة كريات عقرون في مركز اسرائيل كما اقيم نص لتخليط ذكرى في مدينة بيتاح تكفى احتفاء بفترة حكمه والتي تميزت بالتسام احتجاه اليهود ومساهمته في التوسط في اتفاقية السلام التاريخية كما اقيمت ايضا حديقة لتخليط ذكرى في مدينة اشدود ومامشى في مدينة كريات اه ايه حات جات كريات جات ده ما عملوش كلا اللي عملت فيت السلام نفسيها السادات وده ليه مشاكل اللي عملوا السادات ما يجيش قد الخدمات الجليلة اللي قدمها المالك اه 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 لا تخفى على الانظار العلاقات المميزة قائمة بين شرائح كبيرة من الشعب الاسرائيلي سيامة من منشأ مغربي والشعب المغربي تمتد جذرها بعيدا في التاريخ اذ كانت الجليلة اليهودية في المغرب اكبر جالية يهودية في الشق الاوسط وشمال افريقيا يفوق تعدادها ربع مليون نسفة حتى منتصف القرن العشرين ويتذكر اليهود المغربة الوقفة المشرفة للملك المحمد الخامس في فترة حكمه في شيء اه فترة حكمه في شيء بين الحرب العالمية الثانية عندما تهرب وتغاضى عن تطبيق تعليمات منوئة لليهود ده بس للذكرى وده جادة الملك الحسن صورة الشارع اللي سمي باسم الملك الحسن نتيجة خدماته التاريخية ده ليه عشان كان عامل لجنة القدس يا جماعة كان اخلص العرب للقدس بقولك احنا عايشين في مرحلة شديدة البياط شديدة البياط وتاريخنا شديد البياط شديد البياط